أعلنت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من بقدرة كلنا واحد برعاية رئيسة الجمهورية يتذلك اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر انطلاقا من حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن استمرارا لما تحققه مبادرة كلنا واحد من نجاحات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثلتها بالأسواق وبجودة عالية ونظر للإقبال الكبير من المواطنين على فعاليات المبادرة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم فقد قررت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من المبادرة اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر أنا جيت النهاردة لقيت أن المبادرة عاملة تخفيفات بتوصل لـ 30 و50% فهي حاجة بساعدنا جدا عن أن احنا نشتري كذا منتج مش منتج معين أو منتجات معينة لا خالف السيل على كذا منتج احنا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد أتمنى أنها تستمر لأنها فعالة ومفزية لكثير من الناس طبعا المبادرة بتوفر لنا حاجات كتيرة جدا جدا رز ومكارونة وزيت وسامنة وكل حاجة والحوم وكل حاجة وعشان كده بنقدر اللي احنا نوفر كمان منها فيه تخفضات كبيرة جدا على الرز وعلى زيت على الأدوات المكتبية على الأدوات المدرسية على الأدوات المنزلية حاجة كويسة من الدولة وحاجة كويسة من سادة الرئيس وإحنا بيتمنى الحاجات دي تستمر بكل أماكن نحب طبعا أشكر الرئيس على المبادرة دي وعلى أسعار المميزة اللي بتعيدنا أن نحن نعيش حيشة أحسن هذه المرحلة من المبادرة تتميز بمشاركة واسعة من الشركات والأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة بما يضمن الوفرة في المعروض من كافة أنواع السلع في 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية بتخفضات تصل إلى 40% وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف العباء عن كاهل الأسر المصرية من وقتها مبادرت كلنا واحد بدأت وكل الأسعار متاحة بأسعار أقل من أسعار البرة والمنتجات الموجودة فيها موجودة بأسعار كويسة تناسب كل الناس المبادرة بقت معنا في كل مكان وموجودة في جميع أنحاء الجمهورية وموفرة السلع كويسة جدا في متناول الجميع نحب نشكر سيد الرئيس أنه دايماً بيدعمنا في أن كل السلع تكون متوفرة للمواطن بأرقص أسعار وأن دايماً تكون موجودة مبادرت كلنا واحد نفعانا في كل حاجة في بيتنا يعني كومين رز سكر حتى كنت بجيب بالنفسي لابني في المدارس كتب فراريس شنط أي مكان بننزل فيه بنلاقي المبادرة موجودة طبعاً نحن بنشكر سيد الرئيس أنه موفر لنا كل استلعب بالأسعار رخيصة جداً بحب أشكر سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية على المجودة اللي هم عابلينه وأتمنى المبادرة تبدأ المستمرة وبالتزامن مع المبادرة واصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مسيلاتها بالأسواق استمرارية مبادرة كلنا واحد في سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم إنما يأتي من منطلق المسئولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم دعم متواصل تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تستهدف إلى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وهو ما يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التخفيف عن كاهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصرية